السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل اي شيء وقبل الكلام في اي حاجة وبعد التحيات والسلام من هنا بقدم لكم كل التحية والاعزاز والتقدير على اللي اتعمل معايا في الفيديو اللي فات اللي كان بعنوان الترجي وابولوزداد ونعين للتاريخ اللي انا بتكلم فيه ان انا عملت الفيديو ورفعته وتاني يوم اتفاجئ بان الفيديو بتاعي هو ترند رقم واحد في تونس من هنا شكر خالص لكل الجماهير التونسية في قفصة والمنسيرتي والمنستير ووصولا لباب سويقة وتحديدا لجمهور الترجي الرياضي التونسي شكرا من هنا من الجيزة لغاية باب سويقة شكرا شكرا جزيلا وشكرا كمان لكل كلمة حلوة تكتبت في الكومنتيات سواء عن شخصي او سواء عن النادي الاهلي اللي انا بنتميله والى ان نلطقي يا حبايا في مبارات الاهلي والترجي ان شاء الله دي كانت البداية بتاعتي اللي لازم اقولكم عليها شكرا جزيلا على اللي عملتوه معايا ودلوقتي يلا بينا نخش نتكلم عن موضوع الحلقة افضل 11 لاعب الدور الانجليزي تشكيلة الموسم يلا بينا اهلا بيكم مرة تانية دلوقتي هنتكلم عن موضوع الحلقة بتاعتنا حاجة لايت وخفيفة بعد انتهاء الدور الانجليزي اللي لغاية اخر لحظاته ما كناش عارفين مين اللي هتأهل لدور الابطال ومن اللي هتأهل للأوروباليج خليني ابتدي معاكم بالمعايير اللي حطيتها في اختيار 11 لاعب اللي انا هختارهم اللي هنختلف ونتخاني مع بعض فيهم في الكومنتات بعد ما خلص الحلقة المعاييرين الاساسيين بالنسبة لي هم كانوا مدى تأثير اللاعب ده في اداء فرقته وكمان مدى الاستمرارية بتاعته طوال الموسم والفورميشن وطريقة اللعب اللي انا بعتمد عليها النهار ده واختارها على اساسها هي 4-3-3 يلا بينا نخش نتكلم عن تشكيلة الموسم ولكن رجاء قبل الدخول للفيديو ما تنساش تعملي لايك وصابس كرائب في القناة وبعد ما نخلص الكومنتات اللطيفة الحلوة بتاعتك وانزل اتخاري معايا في الكومنتات جاهزين للاختيارات؟ يلا بينا اللاعب رقم واحد مركز حراسة المرمى فيه لعيبة كتير وحراس كتير اجادوا هذا الموسم منهم مثلا ادرسن حارس مرمى منشستر سيتي والمتوج باللقب وصاحب اكبر عدد كيلين شيت في البطولة ب19 كيلين شيت وكمان مندي حارس مرمى البلوزي تشيلسي اللي ركب على كيبة عرب زلاجة وركب في نص الموسم وقدى اداء جيد جدا ولكنه ما كانش عنده الاستمرارية لانه ما كانش بادئ من بداية الموسم ولكن هنا الاختيار بالنسبالي وقع على ايميليانو مارتينيز انا بالنسبالي افضل حارس السنادي من حيث الاداء والاستمرارية هو مارتينيز اللي لعبت 38 مباراة وقدر يخرج ب15 كيلين شيت وترتيبه الثالث في الكيلين شيت بعد ايدرسن ومندي وهو الثالث المركز الاول في حراسة المرمى يذهب وباقتدار لاميليانو مارتينيز دلوقتي جي المعاد لاختيار اللاعب رقم اثنين ومركزه في قلب الدفاع اللاعب الاول اللي الواحد لازم يتكلم عنه ويديله كل الحق لانه مش بس عمل موسم كويس لا لا ده عمل تغيير شامل في فرقته قائد روح كارزمة شخصية رجع هيبة الدفاع لفريقه واعتمد عليه مدربه بشكل كبير جدا والكلام دلوقتي عن البرتغالي دياز روبين دياز القادم من البرتغال واللاعب الذي يلعب في قلب دفاع منشستر سيتي روبين دياز لعب السنة دي اتنين وثلاثين مباراة تلعب بسبعتاشر كيلين شيت وهو اكتر مدافع تلعب كيلين شيت في كل الدوري الانجليزي التأثير اللي عمله روبين دياز هو مماثل تماما لنفس التأثير اللي عمله فرجيل فان دايك السنة اللي فاتت مع ليفربول اللي قدى انهم كانوا ابطال الدوري الانجليزي وكما انه ابطال اوروبا لا ماكنش دوري ابطال اوروبا هنهنج السنة اللي فاتت كانو اوخدها الجحدين بتوع البايرن هنهجنا جماعة قريبا ولا لا لا بجد دياز السنة دي عمل موسم خرافي ويستاهل جدا انه يكون اللاعب الاول اللي ان اختاره في خط دهر احسن 11 لاعب في الدوري الانجليزي لعب رقم اتنين كان روبين دياز في لعبة تانية كتير الواحد اتردد يحط اسميها ولا ما يحطش زي دانك مثلا او حتى زي روديجير اللي كان قدى موسم كويس في اخر الموسم او حتى ناس كانت بتقترح علي اسم ماجواير اللي كان الناس في مانشستر رونيتد بيقولوا عليه على قد شوية ولكنه كان قائد لمنظومة الدفاع ولكن انا هنا التوقع بتاعي ما راحش غير لجون ستونز لاعب مانشستر سيتي وزميل دياز في الفرقة وفي المراكز وفي كل حاجة كانوا عاملين دويتو حاجة محترمة جدا وانا بالنسبة لاختياري لستونز مش بس لانه عامل اداء جيد لكن ارقامه كمان مميزة جدا ستونز مسجل اربع اهداف السنة دي من دمن الحاجات المؤسرة جدا واللي قلبت نتاج مباراته وسهمت في ان السيتي ياخد الدوري ان دياز وان كمان ستونز مؤسرين وقوية جدا في الحتة الدفاعية وفي الحتة الهجمية جبارين عايز اقولك ان ستونز ده تقريبا كده تاني اكتر لعب كعمل كومباك على نفسه على نفسه لانه لو كنا تكلمنا عن ستونز زي دلوقت بالزبط السنة اللي فاتت كنا بنتكلم عن لعب ميت حرفيا في لغة الكرة ما كانش فيه منه اي امل فجأة ظهر من حيثه لا ندري وظهر بصنائية عظيمة جدا مع دياز ولهذا اللعب التاني اللي يتحط في التشكيلة في قلب الدفاع وبكل اريحية هو جون ستونز تخيل لما تبقى بينك وبين ان انت تمشي وتسيب الفرقة بتاعتك يضوبك تكاية بينك وبين انك توصل لوزن ويزو بتاعت مصرح مصري يضوبك هم سندوتشين شاورما وفجأة تلاقي نفسك عضك روبيرتو كارلوس وتتحول للوك شو لوك شو هو اللاعب رقم 3 في خط الظهر هو اللاعب رقم 4 في الحداشر اللاعب بتوعنا النهاردة لوك شو في كومباك اعظم بكتير من اللي عمله جون ستونز على نفسه لوك شو السنة اللي فاتت كان بينه وبين انه يمشي ويسيب مانشستر يونايتد تكاية وامضة واحدة من جوزي مورينيو الا انه مورينيو نفسه مشي طبعا مش الموسم اللي فاتده الموسم اللي قابله اللي هو قبل ان يأتي سولشاير مانشستر يونايتد مع لوك شو بقى عنده بكش مال رهيب السنة دي عامل خمسة اسست ومسجل هدف وطالع بعشرة كلين شيت وترشح انه خش ويلعب في منتخب انجلترا وكان بينفس منافسة شرسة جدا ومستواه اقترب جدا من لوك الدين بتاع ايفرتون وتشيلول بتاع تشيلسي وكريسول لعيبة كويسة جدا لكنه تفوق عليه وانا من وجهة نظر المتوضع لوك شو يستحق تماما انه يتواجد في تشكيلة افضل 11 اللاعب في الدور انجليزي اللاعب رقم 3 في خط الظهر في تشكيلة الموسم هو لوك شو مركز الباك اليمين انجلترا مليانة بقى في الباك اليمين في لعيبة كتير اذا كانوا انجليز او غير انجليز في ظل الهبوط الغريب لمستوى ترينت اليكزاندر ارنالد في ليفربول اللي ما تعرفش ايه اللي حصله الوقت كأنه عضو احمد عادل بتاع الاهلي لكن فجأة اختفى من السحة خالص لكن في لعيبة تانية ظهرت باداء وشكل كويس زي مثلا وان بي ساكا في منشستر يونايتد العنكبوت الانجليزي اللي التاكلنج بتاعه ما بيجليش زي مثلا سيزا اس بيلكويتا في تشيلسي اللي عامل موسم محترم جدا وواصل مع فرقته لانهاء التشامبينز ليج لكن ارى بالنسبالي اللاعب اللي لازم يخش التشكيلة اللاعب اللي فيه من ريحة داني ألفش اللي دايما بيلمعه بيب جوارديولا وهو جواو كانسيلو كانسيلو مش بس باك ريت دا باك ريت وباك ليفت وقلب يدفع وبيلعب كثالت وبيلعب كجناح وبيصنع وبيسجل جواو كانسيلو طالع با 14 كيلين شيات السنة دي جواو كانسيلو السيداتي انساتي ساداتي هو اللاعب رقم 4 في خط الدفاع والخامس في تشكيلتنا النهاردة عشان يستحق جدا انه انضم لتشكيلة الموسم اللاعب رقم 4 في خط الظهر والخامس في تشكيلتنا هو جواو كانسيلو الخط اللي أنا بحبه أنا كشخص وكلأيد كرة بحب خط النص ولهذا فيه 3 أسامي أعظم وأحلى وأمتع وأجمل من بعض السنة دي خلونا نبتدي بالمركز اللي قد يثير القليل من الريبة والشك والاعتراضات الحتة دي اللي الناس من الآخر بتقول فيها إنه نجولو كانت يستحق التواجد فيها ولكن أعزائي فلنختلف قليل نجولو كانت في الموسم ده في النص الأولاني ما كانش نجولو كانت اللي نعرفه وما كانش بيشارك كتير وما كانش أداءه زي ما هو في نهاية الموسم ولكن الشخص اللي بالنسبة لي يستحق التواجد تماما في هذا المركز هو الكاي جاندوجان اللي اكتشفه من جديد وسنفره لما عجوارديولا وخلاه هدف الفرقة جاندوجان 13 هدف السنة دي وهو هدف الفرقة طالع مع فرقته بـ 12 كلينشيت عامل موسم عظيم ومحترم جاندوجان بيقدم موسم من أعظم ما قدم واستعاد كل ما كان في جاندوجان بروسيا دورتموند أهلا وسهلا باللاعب رقم 6 في تشكيلتنا واللاعب رقم 1 في خط الوسط الكاي جاندوجان من 25 مباراة 6 جوان و 12 أسست بدون أي لف ودوران وبدون أي متاهات وتجميل وتزوئ للكلمات السيدات والسادة الأجمل والأمتع والألطف والأروأ وكل حاجة حلوة في الجمال للكرة وكله كيفين دي بروين الكي دي بي كيفين دي بروين لازم يكون متواجد في تشكيلة الدورة الإنجليزي أي نعم لعب 25 مباراة ملعبش الموسم كل لكن تأثيره لا يقاوم لا يقارن كل ما بينزل كيفين دي بروين بتحس إنك قدام لاعب مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم بيعمل كل حاجة بيسد كل عجز بيحل كل مشاكل حلال العقد كي دي بي الكيفين دي بروين لازم يكون متواجد السيدات والسادة اللاعب رقم 7 في تشكيلتنا والتاني في خط الوسط لتشكيلة الموسم هو كيفين دي بروين أكتر من سجل فيه فريقه بـ 18 جول وأكتر من صنع بـ 12 جول أفضل لاعب في فريقه الكريزة حتة الألماظ البرتغالي السيدات والسادة الماجيكو برونو فرناندز لازم يكون موجود في التشكيلة وبدون شكوك أنت ممكن في بعض الأحيان تلاقي ناس بتتكلم معاك على إنك لما تيجي تحط تشكيلة منشستر رونيتد فانتهي عبارة عن برونو فرناندز وعشر خشبات برونو فرناندز مبدع ومن ساعة ما جاء الدوري الإنجليزي هو مش بس غير الحالة في منشستر يونايتد ده غير الحالة في البريمير ليج كله ووصل منشستر يونايتد أنه كان بينافس على البريمير ليج ووصل منشستر يونايتد أنه هيلعب نهاء اليوروبا ليج برونو فرناندز هو اللاعب رقم 8 في تشكيلتنا للموسم السيدات والسادة فلنرحب جميعا بالماجيكو البرتغالي ويا مجيبك الحلوة يا سبورت انجليش بونا بعد ناني وكريستيانو رونالدو حان المعادل اللي بترحيب برونو فرناندز بـ 22 هدف في الموسم بأكتر تاني لاعب من حيث التزديد في كل مباراة انتارجت على المرمى بعد هاركين بأكتر لاعب ملتزم وقاين بفرقته ويشاهلها على كدفه لوحده السيدات والسادة محمد صلاح لاعب ليفربول المصري محمد صلاح هو اللاعب رقم 9 في تشكيلتنا وهو الجناح الأول اللي حطيته في تشكيلة الموسم محمد صلاح اللي راح منه لقب هدف الدوري في آخر شوت في البطولة لمصلحة السفاحة الانجليزي هاركين محمد صلاح يستاهل انه يتحط للسنة الثالثة او الرابعة على التوالي في تشكيلة الموسم لأفضل 11 لاعب في الموسم في الدوري الانجليزي السيدات والسادة اللاعب رقم 9 في تشكيلتنا الجناح المصري الهدف الكنج محمد صلاح هنا بقى لم يحتاج تزويق ولا ورقه قلم ولا محتاج أطلع داتا لان فعلا حيرة اما بعدها حيرة انا مضطر من كتر الاسامي الكتيرة ان انا اقول الاسامي اللي انا كنت محتار اختار مين فيهم ولا مين في عندك فيل فودن من منشستر سيتي سون من توتنهام ميسون ماونت من تشيلسي رياض محرز من تشيلسي تراوري من أستون فيلا جاك جريلش من أستون فيلا بارنيز من ليستر سيتي اسامي كتيرة جدا وكلهم عاملين موسم محترم جدا ولو جينا نتكلم بنفس المعيار اللي بنختار به التأثير والاستمرارية ففي كتير جدا بنطبق عليهم نفس الصفات ولكن انا خلاص قررت واخترت قررت واخترت وهارة من الورقة اللي اللاعب 37 ماتش اللي مسجل 17 جول اللي صانح 11 هدف السيدات والسادة ولد كوريا ابن الكوريين سونج سونج مين هيو مين سون هو اللاعب اللي انا اخترته انه يكون الجناح التاني اللي بيزامل محمد صلاح في تشكيلة الموسم اللاعب التاني يا محترمين جدا ولن ألوم اي شخص يختار محرز يختار فوضين يختار الأسامي اللي انا قلت عليها دي كلها لان فعلا الأسامي قريبة لكن انا بالنسبة لي اختيار محرز هو اللي ممكن يكون يثير الجدر شوية الناس تقول لي ما اخترتش محرز محرز تقلق جدا في النص التاني ان الموسم لكن النص الأولاني ما كانش بهذه الجودة وما كانش بهذه القوة لكن سون على طول الموسم والأرقام اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي دي يستحق بكل جدارة التواجد في تشكيلة الموسم السيدات والسادة اللاعب رقم عشرة في التشكيلة مش رقم عشرة على ظهر لا 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 اللاعب رقم عشرة في التشكيلة وفي أحضر أحسن 11 لعب في الموسم هو سون لما تبقى أكتر حد مسجل أهداف ب23 هدف وأكتر واحد صانع أهداف في نفس الموسم ب14 هدف لقد انت تاخد لقب البابا انت البابا الحقيقي البابا الحقيقي هو اللي شد البصات من تحت الكل المكان اللي كان محجوز باسم الكون أجويرو ومن بعده دخل بزق كده جيمي فاردي إلى أن أتى الكنج هاري هاري كين هو المهاجم اللي أنا اخترته لتشكيلة الموسم في البريمير ليج هاري كين عامل موسم خرافي خرافي مع توتنهم والجميع يشيد بهاري كين اللي دايماً ما يسجل هاري كين اللي انتزع صدارة أفضل هدافة تاريخ إنجلترا من الوين روني وزا ابن اليونيتد هاري كين يستاهل جداً 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 أنه يكون أفضل مهاجم في البريمير ليج الناس كانت بتتكلم على كافاني وعلى اللي عمله كافاني ولكن ولكن كافاني مسجل السنة دي عشر أهداف وصانع 33 مباراة ولكن المقارنة صعبة جداً مع هاري كين اللي عمل موسم خرافي موسم جبار يستاهل عليه فعلاً أنه يكون واحد من أفضل لعبة الموسم وهو مهاجم هذه التشكيلة السادات والسادة مهاجم الفريق الأمثل في البريمير ليج واللعب رقم 11 في التشكيلة الكنج هاري كين دي كانت تشكيلتي لأفضل 11 لاعب في الموسم في الكومنتات نزلوا تخانقوا معي الخناء معكم صحي الخناء معكم يفرح أنا هبقى مبسوط إن حد يقول لي أنت إزاي ما اخترتش مؤمن زكريا عمّن ما مؤمن زكريا مش في الدور المصري ماشي ماشي خش نزلوا تخانقوا معي أنا هبقى مرض غرقوا لي الفيديو كومنتات أنا هبقى مبسوط وموافع يعني وبالمناسبة دي بشافة دايما ربي مؤمن زكريا اسمه جيد كده في بالي أنا كنت عاوز أقول اسم تاني مستوى ربنا كاتب له إن إحنا ندعي له يعني ربنا يشفيك المؤمن دلوقتي أنا خلص خلصت 11 لاعب في البرمير ليج دي كانت تشكيلتي المهم أنتم قراءكم إيه اكتبوا لي في الكومنتات تحت رأيكم نورتوني يا شباب وشرفتوني وقولولي لو حبين أعمل فيديو تاني عن 11 لاعب اللي اتظلموا وما دخلوش التشكيلة دي ممكن أعمل فيديو تاني واكتب عليه فوق 11 لاعب ظلموا في تشكيلة الموسم في البرمير ليج لو وصلتوا لنهاية الفيديو وشفتوا اللقطة دي اكتبوا لي رأيكم تحت لو موافقين إن إحنا نعمل الفيديو ده نورتوني يا شباب وشرفتوني وكل سنة وإنتم طيبين واشوفوا الشكم على الخير إن شاء الله في فيديوهات تاني جاة كتير السلام عليكم